بعد إذنك ممكن أقرأ من أفسس أربعة بقول أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع ووداع وبطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام بكمل بقول جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كل وفي كلكم طبعا بعدين بيكلم عن المواهب والنعمة اللي الله بيعطيها كنت أقول الآيدي بس أنت تشوف روح الكرز بيقولك بأزي كنت عاوز أقول شيء مهم كتير كتير أنه إحنا لازم ندرك بغض النظر شئنا أم أبينا أنه إحنا واحد في المسيح ولكن محتاجين نطبق مش نتعلم نطبق الموضوع إحنا واحد لثلاث أسباب يسوع هو رأس الجسد نمرة اثنين الروح القدس سقينا بالروح الواحد ونمرة ثلاثة نرجع لنفس الموضوع الكنيسة التي اقتناها بدمه كنيسة الله يعني إحنا ندفع فينا ثمن غالي وهذا المفروض اللي خلينا واحد يسوع هو الرأس الروح القدس فينا واشترينا بثمن غالي وثمين نعم بس هنا أنت في الآية اللي قررت حدا قلت دي قلت حتى فيها مجتهدين كأنه فيه تعب في القصة مش بسيط فيه دور خلينا أقول كده ببساطة الوحدة تحتاج إلى جهد وتعب ودفع ثمن إلى جهاد جهاد أولا إحنا بنصلي قليل حماية على الوحدة كل أسف لو إحنا مبسوطين مع بعض وكويسين ما بنصليش لأجل لأننا ربنا يحفظ وحدتنا ومش شايفين العدو بيقول بيحبوا بعض كده وكويسين ما بعد لازم أخبطهم في بعض وأما المحبة فلتكن بلا رياء يعم فبيحاول يخبطنا لو أنا بصلي لأجل الوحدة يا رب وحدتنا حمي غطي بدمك وحدتنا احفظ سلامنا ومحبتنا لبعض احفظ علاقاتنا مع بعض وعينا لو فيه أي حاجة هتبوز العلاقة الحاجة الثانية ده واحد وده مهم وعايز أأكد ده الصلاة أنا بقول لكل حد في كنيسة كل عضو في كنيسة كل خادم دعونا نصلي لأجل وحدتنا دعونا نطلب حماية على وحدتنا دعونا نطلب الرب يظلل على الكنيسة ويحفظ سلامها وتكون بقلب واحد وبنفس واحد ده والرقم واحد في الجزء دي اتنين إني أجتهد أحافظ على الوحدة ححكي موقف شخصي تفضل حصل إني حد من الأحباء عندي في الكنيسة وصلت له معلومة غلط فزعل مني وقالوا لي فلان زعل من بينك وأنا معمش كالي خالص ولا قلت ولا حصل ولا إي حاجة فقلت بذلك الحاجة غلط الفكرة اللي جاتني روح له لأن كان قدامي ساعتها الفترة دي التعبير ده إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه إن سمع منك فقد ربحت أخيك تعبير ربحت أخيك ده كان لسه ربنا عمله دي كده زي نور كده فقلت هروح له عشان أربحه وأنا رايح لك بالعبير اللي رايح له قاعد بصلي فبقولي رب أنا رايحك ساعة أخوية فمن فضلك حضورك وديني نعمة أنا عارف هيروح يبقى زعلان لسه أول طلعة هو زعلان غلط بس معلش الديني نعمة أحتمل الحتة لقول لحد ما فهمه ويبدأ يستريح أنا رب رايح أكس يا رب أنا بأكد لك أنا رايحك ساعة أخوي فتعلم معي أنا عايز لك ساعة أخوي ولما روحت برضو السلام الأول رحت له البيت السلام الأولان شوية كتحس إنه زعلان قعدت وقالت له أنا جايلك لأنك أنت غالي وأنا بحبك وعايز أربحك مش عايز يبقى في حاجة بيننا أشرح لك الموقف وأنا بشرح الموقف قال لا 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 أنا فهمه غلط إيه ده إيه ده ما كنتش فهمه قصة كده وابتدأ إيه يتغير شكله وكتر خيرك تيجين يا بونا عشان لحد البيت قطلوا آه لأنك أخوي أنا عايز أكسابك هنا مفتاح رهيب هو دايما بعمله كان سهل الحياة ما كان فيه سهل برضو حس إن أنا كان حتة جواي إن أنا ما عادتش حاجة غلط بس هعمل ده عشان أربح أخوي فالقصة متعبة لا يا متعبة جدا لأنه مرات بتلاقي علاقات بتنكسر وحتى اسمك يعير وبصير إشاعة مذمة وإحنا كخدام مثل ما بيحكي الكتاب بسيط حسن وبسيط رديل وفي ناس بتحكي عليك وإنت مش عارف إنه حتى بتحكي عليك وفي أنا اختبار بعد تلاتين سنة شخص ما أخذ فكرة غلط عني بعد إن اكتشفها بعد تلاتين سنة إنه أنا مش يعني تخيل الموضوع اشتركوا في القناة